افتتح معاد الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لبحث جينات الأجنة قبل الحمل الذي نظيمه مركز الأمير الجهر الإبراهيم التابع لجامعة الخليج العربي بحضور سعدة وزيرة الصحة سيدة فائقة سعيل الصالح ومشاركة 17 مختصا وقال الرئيس المجلس الأعلى للصحة أن افتتاح مؤتمر تحليل جينات الأجنة قبل حمل وافتتاح مركز تحليل جينات الأجنة قبل حمل في مركز الأمير الجهر التابع لجامعة الخليج العربي والذي يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين يأتي في سياق دعم المجلس الأعلى للصحة للعلوم الصحية المبتكرة القائمة على العلاج الجذري للعديد من الأمراض الوراثية التي تواجه المجتمع البحريني من جنبه قال مدير عام مركز الأمير الجهر الإبراهيم الأستاذ دكتور معز بخيت أن مركز الأمير الجهر استطاع منذ إنشائه تشكيل علامات متميزة على صعيد الاكتشافات العلمية والأبحاث العديدة التي توصل إليها وفي جنب متصلف تتحى رئيس المجلس الأعلى للصحة معاني الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخنيفة مركز تحليل جينات الأجنة قبل حمل في مركز الأمير الجهر والذي يعتبر أول مركز في البحرين يقدم خدمات تحليل جينات الأجنة قبل حمل اشتركوا في القناة